في آخر تقارير شركة الفارز أن مرسال عن أداء قطاع البنوك الإماراتي والتي أشار بالضغط إشارة خلال الربع الثالث من هذا العام تعرض الأصول أو جودة الأصول إلى ضغوطات كورونا والتدعيات التي شهدناها خلال الفترة الماضية نتحدث بداية عن أداء المؤشرات المالية للبنوك الإماراتية شاهدنا صافي الدخل في الربع الثالث تراجع بمنسبته 3 في المئة على أساس فصلي يعود هذا التراجع إلى تراجع نسب الفوائد التي شهدناها عالميا وتراجع هذه كنا شهدنا كذلك نسب أو آخر اجتماع للبنك المركزي الإماراتي بتثبيت أسعار أو معدلات الفائدة عند 1.5 في المئة في آخر اجتماع إجمال الدخل من الفائدة لأكبر 10 بنوك إماراتية انخفض بمنسبته 7.7 في المئة على أساس فصلي كذلك معدلات الدخل التشغيلية لهذه البنوك شهدت تراجع بنحو 3.4 في المئة أما بالنسبة لصافي الدخل الفوائد انخفض بنسبة أكبر ب6.7 في المئة على أساس فصلي نتحدث الآن وننتقل إلى أداء المركز المالي للبنوك الإماراتية نسبة التكلفة إلى الدخل كانت شهدت خلال هذا الربع الثالث تراجع بما نسبته 34.3 في المئة نسبة التكلفة إلى الدخل كانت خلال العام الماضي 37 في المئة القروض المتعثرة شهدنا ارتفاع بنحو 3.6 في المئة على أساس فصلي أما بالنسبة للودائع كذلك شهدت ارتفاع وتحصن وارتفعت ب4 في المئة السيولة في القروض أو السيولة في البنوك الإماراتية شهدت كذلك تراجعات بنحو 4 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام إلى الربع الثالث من العام 2020 بنحو 4 في المئة في دخل الرسوم لهذه البنوك ارتفع بـ 18 في المئة على أساس فصلي خلال الربع الثالث من هذا العام كيف تفاعلت أو تعاملت هذه البنوك مع تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على القطاع المصرفي الإماراتي أتاحت ما حجمه أكثر من 51 مليار درهم للمقردين في إطار حزم التحفيز التي قدمها أو الخطة الدعم التي قدمها المركزي الإماراتي كنا شهدنا تراجع إجمالي المخصصات أو مخصص خسارة الديون بنسبة 7.2 في المئة خلال الربع الثالث ولكن بالشكل العام ارتفعت نسبة المخصصات خلال هذا العام بسبب تداعيات جائحة كورونا وكذلك تخوف البنوك من عدم إمكانية سداد المستحقات الخاصة بالمقردين ارتفعت ب37 في المئة انتحدثنا عن تغطية هذه المخصصات بالنسبة للبنوك والنسبة الكبيرة النسبة الكبيرة استحوذ عليها بنك رأس الخيمة ب31 في المئة جاء في المرتبة الثانية بنك الإمارات دبي الوطني ب127 في المئة والمشرق بنك أو مصرف المشرق 117 في المئة بنوك الإمارات والمخاطر المستقبلية لدينا أعلى زيادة في مؤشر كلفة المخاطر أو بما يعرف بCDS وهي تكلفة التعثر عن السداد ارتفعت بنحو 55 نقطة أساس هذا فيما يخص بنك المشرق أما بالنسبة لبنك أبوظبي فكانت أكثر انخفاضا بنحو 50 نقطة أساس هذا الانخفاض الذي قام به بنك أبوظبي الأول